هذا وأكد الرئيس السيسي على ضرورة التعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والنشئة وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه الأمور من شأنها احتواء تبعات الأزمات والتعافي من أثارها وزيادة الاستثمارات بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلعة خامساً نرتبط هذا المحور بدرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والنشئة وقضايا نقص إمدادات الغزاء والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات وما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلعة وفي هذا السياق تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشركات لمواجهة أزمتي الغزاء والطاقة الراهنتين مع التأكيد على أن التعامل مع آزمة الغزاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لإحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم فضلا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحوب وخفض الفاقد وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية والأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع عزمة الطاقة التي تتطلب من جاربنا تعاونا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية ولعل ما حققهم منتدى غال الشرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية ومثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا وتجسيدا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة السنوات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة أما فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتوح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعة بشكل عادل وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلول دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شارين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصاب